السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهل وصحبه أجمعين ياربوا كلكم في أحسن حال النهاردة بقى بأمر اللام عندنا برطمون المربدة هنعمل منه عمل فني غاية في الجمال أتمنى أنكم تكملوا معي الفيديو للآخر يلا بينا على طول كده ندخل في الفكرة باسم الله أول حاجة أنا جبت البرطمون وهبدأ أننا من جوة كده بالمعجون هبدأ أدهنه أبيض بالشكل ده كده تمام طيب جبت كرتونة طولها حوالي 27 سنتي والأرض حوالي 35 سنتي وهبدأ عشان طبعا أقدر ألفها على البرطمون هجيب الرول ده وهلف حواليها بالشكل ده وهبدأ أعملها بإيديا كده عشان تبقى سلسة معايا وسهلة وتتدور بكل سهولة وبرضه هبدأ أعملها تاني بإيدي ولفها كده رول حوالي نفسها كده بالشكل ده هتبقى طرية بقى تضطر معاك وتلف فيها بقى شايفين تضطر معاك وتلفها زي ما انت عايزة جبت إزازة وقستة حوالي 9 سنتي وهاجي كده إيه أروح مسكها من الوسط كده أكيني بعمل لها وسط تمام؟ همسكها كده وهبدأ أعملها بإيدي أكيني بعمل لها وسط بالضبط طيب نيجي بقى للخطوة اللي بعد كده هفردها وهبدأ على الحرف من فوق هقص كده على شكل مسلس شايفين؟ لما إيجي بقى أحط البرطمان ولفها بالشكل ده شايفين ده بقى يبقى شكلها من فوق تبقى إيه واخدت دورانة دي من فوق تمام؟ طيب الخطوة اللي بعد كده هجيب غيرة مخففة بالمية وشوية ورق من أي كتاب أديم أي كراسة أديمة أي جرايد مناديل مطبخ أي حيجة المتاح عندك هبدأ أنزلها في الغرة بالشكل ده كده وهلزقها الكرتونة من جوة تمام؟ طبعا هخلص الكرتونة كلها وإيه وهرجع لكم تاني طبعا لازم تنشف تماما أهم حاجة الخطوة دي لازم تنشف تماما تماما طيب بعد ما خلصتها ونشفت تماما جبت بقى البرطمان وهلف الكرتونة حوالين البرطمان بالشكل ده كده مسدس الشامع كده هبدأ أحط الشامع بالشكل ده وهلف الكرتونة كويس جدا وهزبطها طبعا من فوق شايفين الشكل ده من فوقهم طيب هبدأ بقى بعد ما زبطتها بقى تروحي لازق بقى إيه الحروف بالشكل ده كده بكل سهولة الدنيا سهلة وبسيطة ما فيش أي حاجة صعبة خالص طيب هاجي بقى من عن الوسط ده اللي أنا عملته وهاجيب بقى قطعة أي خط عندك أي حاجة تربط بيها أي حاجة متاحة عندك هبدأ بقى أربط جامد جدا واشدد وهلزق بالمسدس الشامع وأروح إيه قصة الفكرة تحفى بجد هتنبهروا بالنتيجة أتمنى أنكم تكملوا معي الفيديو للآخر وتشجعوني وتدعموني بتعلاقاتكم الجميلة وبكلامكم الطيب طيب الخطوة اللي بعد كده إيه هاجيب الغرة بقى المخففة بالمية وهبدأ أعمل بالورق من بره بالشكل ده كده هلفه بالكامل وهسيبها لحد ما تنشف تماما والخطوة دي مهمة جدا نازم الشغل بتاعك ينشف عشان إيه يبقى شغلك كده إيه مرتب وجميل وتاخدي حاجة حلوة في الآخر طيب هخلص وارجع لكم تاني رجعتلكوا تاني هو بعد ما نشفت تماما تماما طيب جبت بقى الشريط الساتين ده في يونكا وشريط وهجيب معلقة معجون على معلقة غرة وهنزلهم فيه هتسيبهم لحد ما ينشفوا تماما تماما بصوا هيبقوا حجر 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 طيب الشريط هبدأ أجيبه إيه على الوسط بالشكل ده كده هلزقوا بمسدس الشمع وهاجيبوا بكشكشة كده أهو هعمله بكشكشة كده هقفله بكشكشة بالشكل ده كده شايفين عشان لما إيجا أخطي الفيونكا أو حطيته بكشكشة كده طيب الخطوة اللي بعد كده هاجيب المعجون وهدلهم بقى طبقة معجون محترمة يعني طبقة معجون تكون ايه تقيلة شوية وما تقلقوش المعجون مش غالي خالص يعني علبة ربع كيلو تقريبا بحوالي خمسة وتلاتين أو ربعين جنيه بتقعد معاك كتير جدا وبتعمل معاك كتير جدا جدا يعني مش غالي ما تقلقوش هبدأ أدلوا طبقة محترمة بالشكل ده كده طيب الخطوة بقى اللي بعدها هاجيب خلة أسنان شايفين بدور كده بشكل عشوائي جدا 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 يعني الشكل عشوائي جدا ولا رسم بقى ولا تخطيط ولا القصص دي خالص شايفين بعمل دوير كده هو عشوائية جدا جدا بالشكل ده كده طبعا أنا مدي طبقة من المعجون فهيعمل معايا الشكل بالطريقة دي كده أهو بصوا هتتهبلوا على الفكرة في الآخر بجد شيك شيكا مش طبعية طحفة فنية ما كلفتكش يعني أقل تكلفة ممكنة خماتها سهلة وبسيطة طريقتها بسيطة جدا 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 وارجع تلكو تاني بعد ما نشفت تماما هابدأ بقى أحط الفيونكا شايفين بقى على الكشكشة اللي أنا عملتها في الشريطين في الشريط هابدأ أني أنا أحطها بالشكل ده كده أكنك عاملها منها فيها من الشريط نفسه طيب هابدأ بقى أجيب اللون الده بوصول مفروض يبقى يعني حاجة خفيفة جدا على صباحك ويدوبك على الزكراشة بس اللي أنت عاملها هو للأسف جامل نتقيل يعني المفروض كمان يبقى أخف من كده حاجة خفيفة جدا جدا يا دوب على الزكراشة بس اللي أنت عاملها بالطريقة دي كده أهو خفيف قوي قوي هو للأسف برضو جامل نتقيل المفروض يبقى أخف من كده أوه جايفين زي الحتة دي كده بالزبط أهو يعني إيه يبقى خفيف قوي يا دوبك الزكراشة بس هي اللي بينها ديقول رائع 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 مزهرية تحفة ممكن تحطها كده من غير ورد أساسا ما تستعملش فيها أي ورد ولا أي حاجة تكلفتها بسطة جدا 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 شكلها حلوة أوي أوي شيك أوي أوي على الطبيعة أتمنى حقيقة تكون فكرتها عجبتكم وتشجعوني وتدعموني بتعلقاتكم الجميلة وبكلامكم الطيب وتعملوا شير للفيديو مع كل حبيبكم عشان أقدر أقدم لكم كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته